أشهر العمال الأدبية على الإطلاق وفي الغرب هو عمل الأديب الإيطالي دانتي اللي هو ترجم بمعنى الكوميديا الإلهية دانتي سرح بخياله شوية وبدأ يصور مصائر الناس في الجنة والنار احتفى الغرب بهذا المنجز الأدبي كثيرا وبدأوا يروا عبقرية دانتي كثير من النقاط يرجع هذه الفكرة لأديب قديم عربي من أدباء القرن الخامس الهجري هذا الأديب هو أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري ألف رائعة من روائع الأدب العربي هذه الرائعة هي رسالة الغفران رسالة الغفران هي في الأصل رسالة على عادة الأدباء في ذلك الوقت يكتبون الكتب أو الرسائل بينهم وبين أصدقائهم من الأدباء والعلماء أبو العلاء المعري كان يرد على رسالة أديب حلبي اسمه علي بن منصور وملقب بابن القارح كان يرد على هذه الرسالة والطبيعي أنه كان يرد على المسائل التي ذكرها ابن القارح في رسالته التي أرسلها إلى أبو العلاء لكن أبو العلاء المعري سرح بخياله وكان ضريرا رحمه الله وعلماء النفس بيقولوا أن مسألة العمى تساعد على الخيال كثيرا لأنه لا شواغل لا قواطع في استرسال الفكرة والخيال أبو العلاء المعري أخذ ابن القارح إلى الجنة وأخذ يزيره بعض الأشخاص في الجنة فمر بكثير من الشعراء وتحاور معهم ومارس كثيرا من نعيم أهل الجنة ثم جعل ابن القارح يتطلع إلى أهل النار وينظر إلى بعض الذين جعلهم أبو العلاء من أهل النار وغالبا من الشعراء في هذه الرائعة لم يسبق أحد أبو العلاء المعري من قبل أن تصور الجنة والنار بهذا الشكل الأدبي القصصي لذلك نستطيع أن نقول أن هذه أول رواية خيالية أدبية أنتجها العقل العربي الإسلامي كثير من النقاد يقول أن دنتي استلهم فكرة ملحمته الشهيرة الكوميديا الإلهية من فكرة أبو العلاء المعري حيرت رسالة الغفران كثير من الناس كثير من النقاد بعضهم بدأ يصنف هذه الرسالة باعتبارها ملحمة بعضهم أخذ يصنفها على أنها رائعة أدبية بعضهم ظنها من أدب الرحلات لأن فيها رحلة في الجنة والنار وبعضهم ظن أنها من المنامات التي يقصها القصاص وبعضهم بدأ ينظر إليها بنظرة حديثة بالأدب المعاصر فبنت الشاطئ قالت عنها مسرحية وكثير غيرها قالوا عنها قصة مثل طه حسين دكتور طه حسين قال أول قصة خيالية أنتجها العرب وكثير أيضا نظر إليها باعتبارها رواية بالمعنى المعاصر وأنا أميل إلى هذا الرأي ودرستها في الماجستير على أنها رواية فيها كثير من مقاومات الرواية الحديثة التي ندرسها الآن هذه الرواية أنتجت في القرن الخامس الهجري قبل أن تخرج الرواية الغربية إلى الساحة وقبل أن يعرف الناس الرواية والقصة بمفهمها الحديث هذا إنتاج عربي إسلامي بعض الناس عاب على أبي العلاء أن يتصور الجنة وأن يحدد مصار الشخصيات لكنه هذا شيء يتجاذبه التأويل والنيات فرحم الله الجميع وهذا أدب المسلمين وهذا علمهم فاستلهموا منه واقرأوا ذلك النتاج ترجمة نانسي قنقر